تمكن وحدات المجموعة الإقليمية لدرك الوطني باستطيف من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في التزوير لأوراق النقدية للعملة الوطنية والمتاجرة بالمؤثرات العقلية من نوع بريغابالين تنشط عبر إقليم بلدية بقاعة تتكون من خمسة أشخاص تتراوح عمرهم بين 28 و34 سنة حيث تم حدز المبلغ المزور قدر بـ 94 مليون سنتيم من فئة الفايد نوع جزائري مع 58 جرام من مدى التياز إبق الفضي بالإضافة لمركبة من نوع رونو تستعمل لغرض الترميش تمكن عناصر وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني باستطيف من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في تزوير الأوراق النقدية والمتاجرة بالمؤثرات العقلية تنشط عبر إقليم بلدية بقاعة وقف جميع أفراد الشبكة والبالغ عددهم خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و34 سنة مع حد مبلغ مالي مزور قدر بـ 94 مليون سنتيم من فئة الفين دينار جزائري و 63 قرص مهلوس نوع بريقابالين 300 ميلي غرام مع مبلغ مالي كعائدات المتاجرة بهذه الممنوعات قدر بـ 19 مليون سنتيم و 58 غرام من مدى الزئبق بالإضافة إلى مركبة نوع بيجو تستعمل لغرض الترميش ترجمة نانسي قنقر